وفقاً لوساري العلامة الهندية تجحت الهند يوم أسبت في تجربة الصاروخي إعتراض حيث تماكن من إعتراض صاروخ آخر خرج الغلاف الجوي بعد إطلاقه من بعد ألف كيلومتر وقال الجيش الهندي إن هذه التجربة تعتبر تقضم مهماً حاققته الهند في تطوير منظومتها الصاروخية الباسية الدفاعية في هذه التجربة أطلقت القوات البحرية الهندية أولاً صاروخاً إدائياً افتراضياً من سفينتها العسكرية في خليج البنغال ثم تم إطلاق صاروخ اعتراض من إحدى الجذر أن بعد نحو ألفين كيلومتر حتى اعترضوا بنجاح الصاروخ الأول خارج الغلاف الجوي وقال الرئيس الوزراء الهندي نارين رامودي إن الهند أصبحت بهذه التجربة قادرة على اعتراض الصاروخ الإدائية خارج الغلاف الجوي علماً بأن أربع أو خمس دول في العالم فقط لديها هذه القدرة كما قالت المنظمة الهندية للبحث وتطوير الدفاعي إن النجاح تجربة يمكن الحند من إنشاء المنظومة الصاروخية الدفاعية في خضون سنتين القادمتين والتي تقدر على ملاحقة واتراض الصواريخ سواء داخل الغلاف الجوي أو خارجه ترجمة نانسي قنقر